الثامن من أيلول من كل عام يوم يحتفل به العالم لمحو الأمية لكن هذا اليوم في عدد من البلدان يذكر بمصائب التعليم وتفشي الجهل وانتشار الأمية ومن هذه البلدان العراق الذي كان فيما سبق منارة للعلم ومنهلا للعلماء هذا الموضوع في العراق وخاصة في الوقت الحاضر متفاقم كل شيء قوي طبعا هذا الموضوع إذا أريد أن نحشي على أسبابه أو سلبياته كثير جدا خصوصا في تفشي الوقع الاقتصادي بالعراق وسوء الإدارة على مستوى الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية كثرت عندنا أعداد الأمويين جدا والذين لا يقولون أن يكتبون به المعنى هذا نقول نحن على مستوى اقتصاص التربوي جاي نلاحظ هذا الموضوع على مستوى مجتمعاتنا ومستوى مناطقنا خصوصا الريفية والأطراف ما نقول بس الأطراف حتى في مركز المدينة على مستوى المحافظات عامة تفشم وضوع الموحة الأمية الحروب والتدهر الاقتصادي والانفلات الأمني والفساد الحكومي أسباب مجتمعة أدت إلى انتشار الأمية بشكل مخيف في العراق الأسباب الاقتصادية والاجتماعية هي طبعا نقول هي بسبب عدم وجود الفرص العمل أدت إلى هروب بعض الطلاب وعجوفهم عن الدراسة خلال هاي الأيام وهذه السنين اللي مرت ودون وقفة جد وتشخيص واضح لهذه الظاهرة الخطيرة فإن تداعياتها سلبية ستهدد المجتمع العراقي وتتركه فريسة للجهل والتخلف كثيرة تحتاج إلى متابعة منها متابعة المتسربين في المدارس يعني الظروف المعاشية وكثرة عدد التلاميذ وقلة المدارس كل هذه تؤدي إلى ازدياد أعداد الأمميين في البلد نرجو أن تكون محاولة جادة لنجاح التعليم وللقضاء الأممية في البلد تجل الأممية بأسوأ صوارها يتضح من خلال حال المدارس التي يرثى لها في بلد ينفق مئات المليارات سنويا على بناء إمبراطورية مالية للمسؤولين الفاسدين ترجمة نانسي قنقر